ينضم إلينا عبر الانترنت من لندن الدكتور فواز جيرجيس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن أهلا وسهلا بك دكتور فواز كنت معي في حوار قبل أيام هنا في المسائية إن كنت تذكر وقلت لي بالحرف الواحد بأن هناك صحفيا أمريكيا بارزا قد تحدث إليك وقال بأن صحفا أمريكية مهمة تهيئ وتجهز النعي الرسمي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله وذلك احتسابا لمحاولة اختياله وقد حدث بالفعل ما هو تفسير كلمة جرى؟ أنا لست متفاجئا ولا أعتقد أن أي مراقب للسياسات الهجومية الإسرائيلية متعجب أو في حالة استغراب ما تشنه إسرائيل وأنا وأنت تحدثنا عن الموضوع هي بالفعل حرب شاملة ضد حزب الله محاولة لإبادة الجماعية بالمنظومة القيادية وهذه الحرب بالفعل أخذت أطوارا جديدة تستهدف كل القيادات لحزب الله تستهدف البنية التحتية تستهدف الأعضاء السياسيين انتقل الإغطيال اليوم إلى القيادات السياسية وليس فقط العسكرية ما تحاول إسرائيل القيام به هو تدمير البنية القيادية والميدانية لحزب الله طبعا تتعاون بشكل جدي وإستراتيجي مع المخابرات الأمريكية والغربية ورحبت الولايات اليوم الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي والوزير الدفاع رحبوا باغتيال السيد حسن نصر الله وقالوا أنه يستحق العقاب ما حدث له واتصل وزير الدفاع الأمريكي بنظيره الإسرائيلي وأكد على أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل وتهيئ القوات اللازمة للدفاع عن إسرائيل إذا حدثت الواقعة إذا رد حزب إله أو إيران على الاغتيالات الإسرائيلية وهذا يعني بالفعل الآن أن هناك حرب شاملة ومفتوحة وما تقوم به إسرائيل هو لكسر شوكة حزب الإله وكسر شوكة محور المقاومة بما فيها إيران قبل الحديث عن التدعية دكتور لكن أريد أن أركز قليلا على هذا الحوار الذي دار بينك وبين الصحفي ألا يشي بشيء ما ويثير تساؤلا حول طبيعة التخطيط وكذلك التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول عملية الاغتيال رغم أن واشنطن قد نفت ذلك حتى اللحظة يعني هناك حوارات دائما بين القيادات العسكرية الأمريكية والنخبة الغربية يعني هذا كلام معروف عنه دائما حوارات في الغرف المغلقة بسموها يعني off the record ويبدو بالفعل أن كان هناك نوع من الاعتقاد أنا ليس لدي معلومات عن طبيعة هذه الحوارات ولكن تطور الأحداث كان يشير إلى أن إسرائيل تهيئ لضربات استراتيجية وهذا ما يحدث بالفعل يعني أنا تفجأت بالمكالمة الهاتفية من هذه الصحيفة الأمريكية القبرى ولكن أنا فورا اعتبرت أن هذه المكالمة تعتمد على معلومات على تحليلات على اعتقاد يعني هذه المعلومة لا تأتي من الفراغ ومن ثم لا أعتقد أن هناك مؤامرة أنا لا أمل بالمؤامرات ولكن بالفعل إسرائيل تخطط إسرائيل تنسق مع المخابرات الأمريكية والغربية ومع القيادات الغربية ككل وهذا بالفعل ما يحدث الولايات المتحدة تقول بأننا لم يكن لدينا علما مسبقا بعملية الإغتيال للسيد حسن نصر الله ولكن بعد فعات الولايات المتحدة تؤكد دعمها لهذه العملية وتؤكد على أنها سوف تدعم إسرائيل إذا قامت حزب الإله أو إيران أو محور المقاومة بالرد على التصعيد وهذا يدل بالفعل كما ذكرت كما تذكرين بأن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية شاركة يعني تشارك بطريقة فعلية فعليا بما تقوم في إسرائيل في لبنان وفي غزة وفي مناطق أخرى طيب دكتور فوز جورجيس كيف يمكن فهم ما صدر حتى اللحظة عن المسؤولين الأمريكيين فيما يخص عملية الإغتيال يعني كنت أتوقع أنا أن يتحدث الرئيس الأمريكي أن إسرائيل استهدفت بنى تحتية للمدنيين اللبنانيين يعني لا نعرف تماما أعداد المدنيين الذين استشهدوا في هذه العملية 83 طن من القنابل وهذه القنابل يعني بسموها تضرب العمق المخابئ هي قنابل أمريكية وردت لإسرائيل في الفترة الأخيرة ولكن لم تذكر لا الرئيس الأمريكي ولا وزير الدفاع ولا حتى المرشحة هارس المرشحة عن حزب الديمقراطي أعداد الكبيرة من المدنيين وهذه هي جريمة حرب الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية يقول بأن أي هدف يسقط فيه مدنيين هذا العدد من المدنيين يكون ضد قواعد الحروب ولكن طبعا نحن نعلم سقط أكثر من 41 ألف مدني فلسطيني وحوالي 100 ألف وحتى الآن الولايات المتحدة تقول بأن إسرائيل لم ترتكب ولا ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية وهذا يدل بالفعل على نحن بحاجة لنفهم ما يحدث إسرائيل لم تكن لتقوم بما قامت به في 12 شهر أو حتى في 57 سنة الأخيرة ما لم تكن مدعومة ومحمية سياسيا وعسكريا وماديا من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية طيب دكتور فواز اليوم بعد اغتيال حسن نصر الله نحن أمام أي مرحلة؟ أولا نحن أمام مرحلة من أخطر المراحل الآن حزب الله وحزب الإله مخترق من الرأس حتى القدمين السيطرة والتحكم والسيطرة والقيادة النظام السيطرة والتحكم والسيطرة والقيادة والسيطرة بالفعل يبدو أنه مخترق أيضا طبيعة هذه الاغتيالات يبدو وأنا ليس لدي معلومات داخلية أن حزب الإله في هذه اللحظة فقد توازنه ومن هنا عدم رد حزب الله حزب الإله على هذه الاغتيالات على هذا الاستهداف للقيادات يدول بالفعل على أن نظام القيادة والسيطرة في حالة فقدان السيطرة عليه وهذا يعني بالفعل أن حزب الإله لم يدلي بدلوه ومن هنا الآن وزير الدفاع الأمريكي كان الآن يتحدث مع نظيره الإسرائيلي ونظيره الإسرائيلي قال بأن إسرائيل تريد توسيع عملية الشمال هذا يعني أننا يمكن أن نشهد اجتياحا بريا للبنان في الأيام أو الأسابيع القادمة لأن ما تقوم به إسرائيل وتهيئة الأرض إبادة للقيادات استهداف كل القيادات الميدانية والعسكرية والسياسية من أجل تهيئ الأرض لإجتياع عسكري نحن أمام مرحلة مواجهة مفتوحة هذه المواجهة سوف تستمر سنواتا وليس أسابيعا أو أشهر وأنا أعتقد أن قيادة حزب الإله الآن التي تتشكل تحت النار تدرك تماما طبيعة هذه المواجهة وأنها سوف تحذر للمواجهة القادمة لأنها الآن ما نشهده نشوة النصر في إسرائيل نشوة القوة الاحتفالية تصوري في عام 1992 بعدما اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي الصحف الإسرائيلية في اليوم الثاني كان عنوانها البارز انتهت المرحلة الصدام والحرب مع حزب الإله حزب الإله هزم عام 1992 وصل السيد حصن نصر الله إلى قيادة حزب الإله وحول حزب الإله إلى قوة إقليمية والآن هذه الاحتفالية في إسرائيل الأيام والأشهر القادمة سوف تدرك إسرائيل تماما أن هذه الاحتفالية أن هذه المهمة لم تنجز ولن تنجز أن حزب الإله سوف يقاتل وأن إسرائيل سوف تفشل في تحقيق أهدافه الإسراتيجية ولكن طبعا سوف يدمر لبنان وعشرات الألاف من اللبنانيين المدنيين سوف يسقطون شهداء في هذه المعركة شكرا جزيلا لك الدكتور فواز جورجس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن أشكرك